يا مرحبا يا مرحبا فحلى ليالينا هنا تاهر بهالليل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم جميعا بكل خير أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم طفتم وطابت أوقاتكم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم ما مضى لنا من أعمالنا طيب 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 إن شاء الله إن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن يجعلنا ممن فازوا في باقي أيام هذا الشهر الفضيل شهر الهدى شهر العطاء من الله شهر الرحمة والتمكين والتغيير علينا في حياتنا رحب أخواني أخوي أبو أحزام واخوي أبو معيان من جديد والله إني بفقدكم جاء لك ما تفقد غالي والله إني مش ضايق صادري عاد إيو والله إيو والله إني ضايق صادري عمسي حواج أقول صح إني بستاء صح إني بضيق صادري بس عادي إن شاء الله إني بفقدكم وش فيك يوم عشان فهد الماك شغال لا شغال اليوم ضيفنا عبد الله الحقيقة ضيف غالي عندنا عبد الله بن حسين نجم ولد نجم الله يطول عبد الله بن حسين سبحان الأشاب المميز الله يطول عبد الله بن بطل اللي جاي يروح مع أبوه ويجي يجس في مجاس الرجيل ويرفقه واليوم من فقرة بقيادة أبو عبد الله الله يحييكم يا أخوان اليوم ليلة تسعة عشر رمضان الله أكبر ما أسرع تلك الأيام الله أكبر ما أسرع تلك الأيام من أعمالنا ونظن أن نحن أضخم ما في هذا الكون رغم أن الله سبحانه وتعالى هو من ضخم من شأننا وللو جينا للمقارنة حن ما نبشي والله ما نبشي في هذا الكون فالله يجعلنا نفوز بكل أيام حياتنا الله يجعلنا نفوز بما أعطانا من الخير الله يجعلنا نفوز بما وفقنا للصدقات الله يجعلنا نفوز بما وفقنا للعبادات يا أخوان الكون هذا كون عظيم قسمها الله إلى أقسام كثيرة لا يعلم بإدارتها ولا يعلم بكيفيتها إلا هو سبحانه هناك جزء من الخلق ما زالوا على قيد الحياة نسأل الله أن يمد أعمارهم بالصحة والعافية وأن يجعلها على عون وخير وطاعة وهناك جزء انقطعت أعمالهم من هذه الحياة لم يترقى لهم إلا وقف أوقف لهم أو أوقفه شخص عزيز عليهم أو ابن مبار واللي أقصد به هو الموت والرحيل من هذه الحياة محسنت اللهم استعم جزء كبير من الخلق في عالم البرزخ لا يعلم بذلك العالم إلا الله سبحانه وتعالى فتخيل أنا وأنتو هذا وأي كان والله لو بمجرد نية لو بمجرد ألوه سلام عليك والله ودي يتبرع يغرح تبرع عني وعنك وعن جدنا وعن جدتنا وعن عمتنا كم شخص فقد له غالي يعني أنت تجد أعمال الخير اللهم لك الحمدو هذه من النعم اللي الله سبحانه وتعالى يعني اصطفانا بها في أمة محمد أمة الخير لكن دائما نكرر عليكم مع وقف الرحماء لأن احنا فتحنانكم نافذة متعددة الاتجاهات ما هو اتجاه واحد نافذة متعددة الاتجاهات يعني كل إنسان أنا لو سألتك يا أبو حجام قلت لك يا أبو حجام ما تتمنى يكون لك أجر مع الله سبحانه وتعالى ألا بلأ ونفس الشيء بو معيان نعم ونفس الشيء الشيخ عبد الله كل واحد كل واحد يتمنى أنه يكون لك عمل خير مع الله طيب لو كان عمل الخير اللي أنت تقدمه في أكثر من طريق في أيتام في أرامل في محتاجين في أي كان من أصحاب الحاجة التي تبحث عنهم الجمعية بعناية خاصة وهذا ما عهدناه دائما وأبدا يعني 11 يوم على رمضان الله وهي خير الأيام ممكن يكون شهر رقص ممكن بعد 9 أيام يكون شهر رقص أنت صدقت يا حسين في مقدمة كنت قلت اللي ساني يا ذهب لا يبقى له من عمله إلا هذه الأعمال الصالح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة فذكر منها صدقة جارية أو ولد صالح إذروا له لذلك الإنسان لا بد أن يعمل هو لنفسه لا ينتظر أولاده ما دري والله من هو اللي يقول إن فيه واحد الطاهران السالفة صارت هنا في هذا الوقف قال لها كان يمشي مع أبوه و أبوه صاحب مال قال لولده كان يضوح لأبوه بالكشاب قال لولده تكفو لا مت لا تنسوني من مسجد قال لولده وقف أنت الآن حي ليش بتنسوني مسجد صح أنت الآن حي استغل حياتك استغل حياتك الله سبحانه وتعالى قال اغتنم خمسة قبل خمسة وذكر منها شبابك قبل هرمك اغتنم هذه الأوقات اغتنم ذلك المبلغ البسيط الذي ستضع فيه في هذا الحساب أنت لا تضع في حساب الوقف أنت تضع في حسابك الجاري عند الله سبحانه وتعالى نستقبل اتصالاتكم أيها الأخوة و الأخوات عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة أيضا نستقبل تبرعاتكم على جمعية عروة في وقف الرحماء الخاص بالأيتام والأرامل والمساكين اللي كنت بقوله قبل لا يسولف أخوي أبو أم عيان قاعد أقول الآن النجاسي سولف في رمضان صح الله الله ونتكلم عن الخير اللي في رمضان جميل يعني غمض فتح والله إلا تتذكر كل لحظة مضت عليك في رمضان والله إلا تتذكرها حلم تقول يا أخي أنا عشتها ولا ما عشتها أنا مريت في ذيك اللحظة ولا ما مريت هي الحياة كلها ذكريات و إحنا في رحلة عبور لكن منه اللي في كل نقطة عبور ترك له أثر منه شهد لك فلان شهد لك علان و شهدت لك تلك الأرملة و شهد لك ذلك اليتيم أطعمت مسكين كفلت يتيم كفالة و دعم نقولها أن أول اللي كان يبغى يكفل يتيم يتعب و يره و يدوه و يأخذه و يسكنه و يأكله و يمكن اليتيم يمكن اليتيم يرتاح في العيش عندك و يمكن لا صح هناك من كفلة حقه حق العيش بحياة كريمة و نجالس في بيتك يقول ليه حبيب أنت في بيتك و هو في بيتك اللي عليك أنك تساعدنا اللي عليك أنك تساعدنا نقوم في توفير لقمة العيش الكريمة و المسكن النظيف و اللباس النظيف و التعليم الجيد الذي يطور منه أبواب هذه الجمعية أبواب كبيرة و متفرقة و عظيمة جدا لابد من الإنسان أن يستغل لها أي ما استغلال و أحسن استغلال لذلك إحنا يوميا ندعو الناس لأن الآن مقدمة حسين التي قالها في بداية الفقرة أصبحت من الماضي و كلامنا هذا سيصبح من الماضي و مشاهدتك لهذا البرنامج ستصبح ذكرى و من الماضي أنا أشهد يقول كلامنا اللي قلناه قبله شوي صار من الماضي مش أحد السلف بينه و بين نفسه ثم تذكر قال جلسي تخيل أنه وسط القبر الآن و قال إذا أنا كنت وسط القبر ما هي الأشياء اللي أتمنى أني فعلتها سبحان الله يعني أعطاه الله ذا الفكرة ثم قال بتمنى أني شويت كذا بتمنى أني تصدقت بتمنى أني وصلت راحي مي بتمنى أني أكثرت من الطاعات ثم جلس مع نفسه و يكلم نفسه يحددها قال إذن أنت فيها أنت الآن فيها اللي بتمنى سوها الآن لذلك سبحان الله في القرآن فعلا الحياة هي حياة الآخرة يا ليتني قدمت لحياتي الحياة اللي بعد الموت فأحيانا أنت ما تدري تقول هذا اللي يوصيه عياله بينهم يبنون مسجد أو يبنون برادة أنت الآن موجود و أنت المعني بالأمر هذا و إن شاء الله أن عيالك واصلين و إن شاء الله أنهم مخليينك و إن شاء الله أنهم بارين و إن شاء الله أنهم منهم الأولاد و البنات الصالحين اللي بيدعون لك لكن أنت ما تقدم لنفسك صح الإنسان إذا استشعر الأمر هذا و فكر تفكير أيضا عملي و عقلاني ما يخالف يا أخي ترى الدين دين تفكر و دين عقل لذلك يقول غزالي في شرح آية إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون اللي ما يشغل عقله من شر الدواب عند الله سبحانه وتعالى لذلك لا ماناك تكون عقلاني بالعكس الدين يحت على العلم يحت على العقل يحت على الفكر يحت على التفكر فحاسب نفسك قبل أن تحاسب قدم لنفسك قبل أن تطالب الناس يقدمون لك ما تدري من شغل الدنيا الآن الآن عائن في نفسك هل تذكرت ابوك تذكرت ابوك يمكن أول ما ماته عمره صديقه وبعدين تلتي وقفت حتى لو قطيب الناس بتلتي وهمهم وهمو وش هاد أغلى منهم ما وقفت لا حياتك ولا وقفت أغلى لذلك والله إني قد قريت وإذا مات الواحد الله يرحمه وكده ونتذكره يقول قدم لنفسك لا تنتظر أن أحد يجي يقدم عنك يمكن ما عاد يقدم عنك صدقة واحدة عمل خير واحد قدمته في نافذة خير تسهم على أكثر من حاجة من الحاجات اللي الله سبحانه وتعالى أوصانا بها ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم والله يا أخوان الآن بيخلص البرنامج بروح إن شاء الله لنا بقينا وإن لم يشأ لم نبقى الأرفيز الله سبحانه وتعالى اتصال معنا اتصال حياك الله أخو يا إيهم ألو هلا إن شاء الله سلام عليكم سلام هلا بالشيخ أيهم يا مرحبا يلا حيا هلا فيك وشلونك يا حبيبي أخضعكم عشاك طيب إيوا شاء الله عليكم بارك طيب الحمد لله إلا ما تبقى منه تفضل حبيبي أيهم أنت على الهواء الله يوفقكم يوفقكم يا شاء الله أفضلك الله خير آمين 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 أتبرع بخمتي زياد الله هذا أبرك تبرع الله سجلوا عندنا يا أخوان البطل أيهم أول المتبرعين معنا الآن في اتصالنا في هذه الحلقة قل يا الله أن الله يجعلها حجابا لك ولوالديك عن النار تدخلون الجنة بها بلا حساب ولا عقاب بادر أيها الأخوة يا أبنية فهد معي الله يا أبنية يا أبنية فهد يا أبنية يا حبيبي يا أيهم الله يجعل لك رفعة ويجعل لك وجهه وجاه عند الله وقلقه آمين الله يكبر جاهك ويرضع عليك ويرزقك مواسع فضلك قل آمين آمين عليكم السلام أنا أخوة أيها وانعم ماذا اسمك؟ أيهاك الله يا أخو إيها ها؟ إيها وانعم يا رياض أو رياض إياد 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 اسمهم فاخر إيوه ما شاء الله اسم أميري هذا الله يوفقه إذاك الله خير يا أبنية الله يسعدك الله يرزقك مواسع فضلك آمين الله يتزاك خير يا أخو يأيهم ويتقبل منه ومنك وهذا والله ونعمة الغراس ونعمة تربية اللي ما يربيه بالكلام لا يربيه يخليه هو بنفسه يعيش التجربة هذه نعم أنا الآن قرأت هذا في سورة متزمد والله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفة وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهر علم أن لن تحصوه في تفسير الآية يقول علم أن لن تأتي بجميع حقوق الله سبحانه وتعالى علم أن لن تأتي بجميع الطاعة ليش؟ قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ترى التقصير هذا يحتاج توبة إنك ما تحصي طاعة الله كاملة هذا أمر يدعوك إلى التوبة قال فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسن القرض شو؟ سلفة أقرضوا الله قرضا حسن وما تقدموه لأنفسكم القرض هذا ما هو لله ولا للناس وما تقدموه لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أججر الله معنا تصال أخوي والراث السلام عليكم عليكم السلام حالب الشيخ يا مرحبا من أنت؟ عرف نب اسمك يا أبوي مرحب المليون قلبك ملايين من أنت؟ أنا ولياص وش اسمك؟ ولياص ما شاء الله تبارك الله وراث 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 يلا حي الله يحييك أنت على الهواء مباشرة حاطنا علومك خيش ما شاء الله تبارك الله شوف الرجال يرد تسلم عليه ويقوله بخير يتكلم هذه من التربية اللي حقيقة نحذ عليها بتشارك في الوقف يا وراث؟ اي يلا حاطنا كم بتتبرع للأيتام والأرامل أب ميت ريال الله ما شاء الله الله أب ميت ريال ومساعد بيض الله شكرا لك يا ابني أنت رجال وكريم وعلمك غانم وهذا دليل على رجولتك أنت الآن أنت صغير أنت راس أنت رجال الله يجعلك جد عرض ويرزق مواسع فضلا قل أمين الله يوفقك يا حبيبي يما العاشر وإن شاء الله أنك بجي معنا إن شاء الله في القناة بإذن الله الله ما أمين شكرا لك يا حبيبي أظاهر أن جمهور عبد الله إحنا رحنا ملح عبد الله أظاهر عبد الله كلهم يكلمون عشانك عبد الله اليوم الرياليتي شيخنا عبد الله شيخنا ظاهر أنك بتكتسحنا عبد الأبوك حواص أنت يا عبد الله خلق جمهورنا كله وانت رحب يتكمل علينا طيب يا ربعنا استكمل حاجتين أبغى يعني الناقشة أهل العلم يعني فسروا وعلمونكم أنت يجيك تساؤل من نفسك مهما مهما صار عندك يعني ما عرفها في أي معلومة ولا لا يبقى معيان نعم صحيح يجي في بالك سؤال يا أخي أول سؤال جاء في بالي يعني اللي قلتها قبل شوي من دا الذي يقرض الله قرضان حسنا أنا أبغى أتمعن في المعنى هذا يعني من من التحليل اللي الله أعطاني إياه نعم القرآن موجود والسنة موجودة وكلام الأئمة موجود بس أنت إيش تردت فعل افتجاه الكلام هذا تقرض الله ملك الملوك أنت من جملك خزائن أنت اللي تقرضه أنت اللي تقرض الله يعني أنت فكر أنا أبغى كلنا نفكر بالكلمة هذه ملك الملوك من لو شاء لأعاد الخلق أجمعين منذ أن خلق الخلق إلى يوم نبعث أجمعين ورزقهم في نفس الدقيقة ولا ينقص ذلك من ملكه شيء سبحانه اتصال آخر هياك الله بندر سلام عليكم عليكم السلام عبد الله كلهم جمهورة ها لا يا بندر الصوت يا أخوة الصوت يا أخوة الصوت تسمعها يا شباب أخفضوا الحمد لله الحمد لله شلونك أنت طيب يا بندر أبغى كلهم يمسكوا أبغى كلهم يمسكوا عامل مخرج شغل السماع اللي عندنا طراكم شغل السماع اللي القصية بندر أخبارك بندر أبغى كلهم بندر حبيبي كيف حالك أحط على مرجان هي كلمة مرجان بخير كلهم توب خير حاب تتبرع معنا أخوة بندر أخوة بخام فيك ماشاك يا الله بطل الله يا بطل بندر بطل بيض الله وجهك يا بندر ونعم الله فيك وفي من ربك أبو الله يخليهم لك يا حبيبي الله يخليهم لك يا رب يا أخي منذ هذه شكرا لك يا بندر مع السلامة مع السلامة يا ديبان مذل هذه الأمور غرسها في النش من الأهمية بمكان صح يعني مذل الأشبال دولي إذا عودتم سبحان الله هو العود من أول ركزة إذا عودتم على تحمل مسؤولية المجتمع واللي حولهم تلقام فعلا رجال وقادة حتى مجتمعاتهم تربي فيهن يتحمل مسؤولية ما يترك ضعيف يساعد المكروب يتصدق على الفقير هذه تربي فيه لا إراديا جميع القيم اللي العالم كله يحض عليها والدين مع الدنيا يعني نفس فترة النفس تحض على ذلك حيننا عندنا فترة ودين وتقاليد وما جاء الإسلام بشيء لا دبله وزياده لا ورغم ذلك يا إلهة أبو وحزام أنك أنت الآن منغمس في أعظم مراحل التطور للحياة يا سلام من أول كان الواحد ملاحي يطق 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 قلبيت في الليل من اللي عنده صحيح حتى أول كانوا ما يذنون من هو اللي تصدق هذا إلا إذا مات ما دري هو عمر بالخطابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مات فقدت العجوز ولا لا صحيح هذا أبو بكر أبو بكر ما أدرت أن أقوله يوم مات فقدت العاني كيف عضافته هذا أبو بكر كان يعود عجوز دائما ويعطيها التمر فلما مات وتولى عمر بالخطابة خلافة فعلم أن أبو بكر كان يأتي هذه العجوز ففراح يبغى يروح العجوز هذه يكمل العمل الصالح معها على نية أبو بكر يا سلام كان يعطيها التمر وما علمها أنه عمر وعلى أساس أنها أبو بكر أبو بكر فقالت ما أنت بصاحبي قال صدقتي كيف علمتي قالت إن صاحبي كان يشل النواة من التمر ويعطيني إياها أما أنت تعطيني التمر بالنواة سبحان الله شفت هذه التواصيل تفاصيل تفاصيل دقيقة فلذلك ما هي الأعمال الصالحة التي الإنسان يسويها أعرف أحد هذه القصة أنا وقفت عليها يا سلام أحد الأشخاص يا أخوان مقطوع من الذرية والله يا جماعة الخير مقطوع من الذرية 19 سنة ما جاء ولد لا ولد ولا بنت مقطوع كان في عجوز مقطوع من الشجرة كانت ساكنة في حوش نصف الحوش هنقر والنصف الثاني مكشوف طيب الرجال ندلل المرحة المهن منه بنالها ثلاث غرف و جاب لها شقالة و مشالها راتب جاء أحد الأعياد و راح يزورها يعاود يومي افتحت لها الباب و شافته كم عرض يجي شهود على هذه السلام يومي افتحت لها الباب و شافته فكت الشيلة فرعت و حذفتها في الأرض قالت يا ربي هذا جاهي عندك ان ترزق در جاء ياو ما شاء الله فكت الشيلة قالت يا رب هذا عجوز جاهي عندك ان ترزقه ترزقه سترن والله يا جماعة الخير إنه ما كمل السنة إلا وقد عليه ولد الآن عليه ثلاثة بنات ولدي ما شاء الله لسبب هذا العجوز يقي أقسم على الله لأبره نعم أشعث أغبر لو أقسم على الله أرديك بس ما أبغل الفكرة تروح حقه القرض بتكفى لا القرض خلي القرض هذا اللي نريد أن نتكلم يوم قال لأخوي أبو معيان عن إنه قالت ما أنت بصاحبي كانت أنه كان يجيل يتمر يشيل النواة أنت في وقفك اللي تقدمه للأيتام مثلت أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وجميع الصحابة رضي الله عنهم أحسنت أحسنت لأنه مثلا أنت شلت النواة وقدمتها لليتيم سم هل جيت أنت في وجهة أنت ظلمني يشكرك لا لا هل وقفت تبيه ينظر لك نظرة استحسان حتى تتعسس وانت في بيتك يا رب ولا يدري من هو اللي تبرع هذا ما يدري من ذا وهذا ما يدري من ذا اللي يدري من الله سبح أحسنت أحسنت هياك الله اختصارات بعد سارة سارة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أنا باكم أبيكم تدعوا الله بيض الرحمة والمغفرة الله يا رحمة يا رب يغمد روح يغمد روح بالجنة يا رب يا رب الله أمين فأب الشهر الفضول آمين أرحمه أنا تبرع لو سمحته أنا تبرع بنية أبوي الله يرحمه ونية فهد المعيان الله يزاق خير لا 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 رب أيام ما شاء الله أسأل الله أن الله يغفر لأبوك ويجعل قبره روضة بالرياض الجنة أسأل الله أن الله ينقيه من الدنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أسأل الله أن يعيشه عيشة كريمة وأن يبدل أهلا خيرا من أهله وداره خيرا من داله وأن يجعله بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله يسعد كما العاطية شكرا لك أبشري بالخير يا أختي أبشري بالخير أسأل الله العظيم أن يجعل أبنائك يبرو فيك مستقبلا سبحان الله البنات على ذكر من المؤنسات أرق قلبا وأكثر من يذكرون أبوانهم سبحان الله بحرجال فعلا بحرجال كان يقول الله يجعل يذكر كان يقول الولد ولدي لين تزوج والبنت بنتي لين أموت الله أكبر الولدين يشغل بالزوج والأبناء أما البنت تهتم بأبو هذا كلام هذا كلامكم صح لكن بتقييمنا نحن البشر لكن الغراس الطيب والبذرة الطيبة الله اللي يختار أنا كنت دائما لينج تزور أبوك الجمعة الله يجعلك الجنة أكثر منظر يؤذيني يضيق صدري إذا قعدت تشوف البنات واقفات ورا الشبك أقول يا الله يعني يجيك كده فضول أنك وديك تدخل وديك تدخل بقلضة وديك تعرف إش مشاعرها وديك تعرف هي الآن بإيش جالسة تناجي يعني يعني اللي مثل هذه من أعظم وأجل الأعمال اللي تقدمها لوالديها مثل هذه الأختي اللي قبل شو أخت العمل تبرع سارة نعم تبرعت بنية أبوها المتوفي يا الله يعني من حسن ظننا بالله وليس تأليا على الله لأن كلنا خلق كلنا خلق تحت أوامر الله سبحانه وتعالى لكن حسن ظننا بالله لازم نخليه عالي هي قدمت حسن ظنها بالله عالي لذلك الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ستقدم هدية إلى والديها يا أخوان بس أبغاكم بعدين تكتبون هالكلمة عندكم وتفكروا فيها بينكم بين أنفسكم أن العالم هذا اللي مختص بالبشر من قسم قسمين قسم أموات لا يعلم بعددهم إلا الله لم يتبقى لهم إلا الأعمال الطيبة وقسم ما زالوا أحياء إيش قلت عنهم اللي هو أنت قلت آية قبل شوي اللي قال ليتني قدمت لحياتي بعد التصال دقيقة بونس حياك الله أخوي سلطان الله حياك أرحب 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 تماتيك عبود 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 قل الله أرحب يا شلعب أرحب رعيت مير أرحب زمان أرحب هذا المرضي كرم معنا حياك الله حياك الله حياك الله حاك تتبرع معنا أخوي يابا تبرع بمئة ريال ما شاء الله يبقى أرحب مئة مئة واجد بيض لوجهك الله يبيض وجهك كريم وبيكم تدعون جداني وكذا وأنا صراحة ودي تبرع بكثير لكن لا أمرك والله الواجد الله يعوضك ويرزقك قل يا الله أن الله يفتح لك رزق لا عدد ولا مدد قل يا الله أن الله يجعلك جد عرب قل يا الله أن الله يعطيك حتى يرضيك قل يا الله أن الله يدخل عمرك يدخل بقاك يبشر بالخير والله يقول ودي أتبرع بكتا يا أخي سبحان الله هذه غرس البذل والعطاء هذه شيئا أقرأ الإسلام سبحان الله قاعد أقرأ مرة يعني بس بأطلع شو على الموضوع في إحدى رحلاتي في الطيارة وقرأ كتاب ليش الله سبحانه وتعالى من بين ذاك العالم كله اختار محمد صلى الله عليه وسلم لينهر رسالة يعني كانوا هذاك الوقت بادية بادية تعرفت بيور ما دخل فيهم أي حضارة ما عند مرجان صلاة واجد نحن بخلاتي يأخذوا مرجان يتبرعون بها يركض أخذينك يا شيئا أسمع أه فأيما قلت أن الإسلام أقر الشيام هذه كان العرب ذاك الوقت بشر صحة يعني الناس بدت تتطور وبدأ يدخل عندها علم هذاك الوقت في جزيرة العرب كانوا بشر صح يعني حتى في جاهليتهم كانوا يقررون الكرم الله يقررون الجوار الجوار إغاثة الملهوم إغاثة الملهوم سقاية حتى ما يخذون على فلوس سقاية كانوا يتطقرون على سقاية بيت سبحان الله كانت جاهلية لا شك بذلك لكن مقياس بمن حولهم هم أفضل خلقا و أخلاقا عندهم مكان مخلاق غيره ما عنده مكان مخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين و أشار بالسبابة و الوسطى و كلنا نردد هذا الحديث الصدقة في أصلها لها فضاء العظيمة تطفئ غضب الرب تقي مصارع السوء سبب من أسباب إجابة الدعاء سبب من أسباب تفريج الكرب سبب من أسباب النور الذي يأتيك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مرئ في ظل صدقته يوم القيامة نحن نعمر ديارنا في الحياة الدنيا و لكن بعضنا ينسى داره في الحياة الآخرة و هي الأحق بالعمران بثلاثمئة ريال أنت تعمر تلك الدار لأنك تكفل بها اليتيم فيدرس بهذه الكفالة و ينجح بهذه الكفالة و يتزوج بهذه الكفالة فلك مثل أجره لا ينقص من أجره شيء أسأل الله تعالى إن الله يعنه إياكم على عمل الطاعات وقف الرحمة في جمعية عرواء يدعوكم للصدقة لا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأخ سؤالك عن حديث ما تواضع عبد إلا رفعه الله لا أدري أن يرفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا حسنا وما يتعاني المسألة الأخرى أي مسألة التي سألتك عنها بعد أن صلينا الضد لا أدري فأنا لا أجيب بما ليس لي به علم حقاً ليست لي إجابة في هذا الأمر أيها الإمام جئتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدتي أن أسألك عن هذه المسائل فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا عدت إليهم دون إجابة فأقول لهم إن الإمام مالكاً لا يدري شيئاً اذهب إلى بلدك وقل لهم سألت مالكاً وقال لا أدري إذا قلت أنت يا مالك لا أدري فأم أن يدري إذن يبدو أنك لم تعرفني جيداً وما حالي بين الناس فإني لست مختلفاً عنكم حتى أدري ما لا تدرون لكن بعض هذه المسائل خفيفة سهلة فكيف لا تجيب عنها خفيفة وسهلة بالنسبة لكم أما في العلم فلا شيء خفيف أو سهل أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولاً فقيلاً العلم كله فقيل وخصوصاً ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هل هذه إجابة شافية؟ ترجمة نانسي قنقر الله يحييكم مرة أخوة أخرى أيها الأخوة والأخوات من جديد كنا نتكلم قبل شوي عن كلمتها الأولى اللي هي من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً الثاني والشي بس في القرض خلني لفكرتي هنا آية عظيمة فعلاً في تفسيرها عدة أمور لكن تقريبها للناس الله سبحانه يبغي يدربنا على التعامل معه اختبار صريح هذا هذا صريح وقوي اختبار حتى الآية وبإسم من؟ بإسمه هو سبحانه ما قال لك أقرض الإسلام من أن تقرض؟ ذكر أحد العلماء وفق صراحه قال لله المثال العلى وضرب الأمثال سبحانه الأمثال لا تقصر لكن الله المثال العلى عشان تقريب يقول له أن أبوك 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 هو اللي يصرف عليك خالص أنت وعياله صغار جميل واحد من عياله واحد من عياله بغى لي حاجة واخوه الثاني معه فلوس قال لي فلهم تعالي تعالي أعطني برجع لك برجع لك أعطني خمسين دي أعطي أخوك برجع لك هو وصل الخمسين دي من من الشاي من اللي أبوه نفس البكرة بس كأنه يختبره ولله المثال ولله المثال الأعلى فالله سبحانه وتعالى حبب هذه القربة إلى أن وصل إلى سبحانه وتعالى صرح من ذا الذي يقرض الله كأنك تقرض الله ليش؟ لأن الله هو المتكفل برجاقه سبحانه أنت مو مطمك ترزق الناس الله سبحانه وتعالى يضعك في هذه الجاية اختبار وبلاء والمال ومال الله والله أن الحجة قايمة علينا نحن لا نتحدث عن هذا الوقت عن أي باب للخير والصدقات في قريبك في جارك في معوز لكن أنت ما عدت لقد تلقاه إلا عن طريق هذا الوقاف المحاكمة أتذكروا يا أبونا صغير راضية لألي أقولها أساس يعني أفتح مجال بسيط أن أحد يترحم على أبو يجعلها في الجنة الله يرحم لو كنا صغار أيام ما يصالوا الصوالين ديك القديمة نه الليل كان ليلة رمضان يطابق بالصندوق عند وجه العوش ثم يترسها من ذاك التمر من إله الله يرحم بميت بيلقاها ما تشوفش ما شوف اللي وراء كبس ولا ما تكبس ما تشوفش ثم ليه وصلنا مكة خذ الزباق وصبق أول الحرام كنت تقدر تقرب جنب التوسع بالصيادة إيه مسمع الغزة الغزة شارع براه الغزة الغزة إيه كنا نروح يا أبو يبن ريه ويستخل وزع والله عادة عادة العلمي كدر ما تفكر ما تيسويها دائما ليلة خلاص نروح هناك ليلة يعني آخر ليلة بشعبان آآ تنطح رمضان يدخل علينا رمضان وإننا هناك وزع 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 إليه قبل لمعنا وارتحنا وحسين نصلينا ودعينا دائما تفكر يعني أقول الله أكبر إيش الخبيئ اللي بين الله وبين أبوك اللي تخليني كل شوي أذكر الناس به الله تخلي واحد تخيل يدق عليك واحد من الكويت يقول لك والله تبرعت بنية أبوك يدق عليك واحد من مصر يدق عليك أقول يا أخي طيب هذولي أنا شخصية ما يعرفوني اللي جاء بالطاري هنا اللي جاء بالطاري أنك ما تدري لعل آآ آآ أي عمل تبرعك وإسهامك في هذا اليتيم أو في آآ وقف الرحماء اسمه وقف الرحماء شامل لعدة آآ آآ حاجات لعله يكون خبيئة بينك وبين الله اسمعه ينجيك الله بها شو يا أخوان كل إنسان يحتاج له رصيد مع الله والله هو الغني والله يا أخوان لو إنك من أزهد الزاهدين لو إنك ما تتعد الصف الأول لو إنك من حفظة كتاب الله ولا نزدكي أحد على الله إلا إنك ستظل بحاجة إلى رصيد خفي بينك وبين الله نظر الله إلى صدقك لذلك الرصيد ثم جوقته طبعا جوقت الرصيد ما هو معنات أنك إنسان خائق الخطأ يعني أمر ما في حد كامل كمان لله سبحانه وتعالى كله نخطي كلكم خطارون وخير الخطاء التوابون اللي حاب نوح عنها الآن بدأ العد التنازلي لنهاية شهر رمضان المبارك يعني أصوات التبركات والتهنيئات بدخول هذا الشهر ما زالت في بالي إلى الآن رسائل الواتساب حق الشهر عليكم مبارك ما زالت في جوالي إلى الآن تشوفون سرعة الأيام هذه سرعة الأيام ابتلاء ودلالة ورسالة عظيمة لنا من الله وسارعوا شعائر إلى مغفرة من ربك وجنة سارع سارع يعني عجل وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أسأل الله تعالى من الله يجعلنا ممن يسارعون في الطاعات كم وصلت نسبة الوقف يا حسين أو كم بقي سهم يقول في أعمال خير سارع طيب أعمال الدنيا أمش هذا أحزاب الوقف أمش أمش ترى هذه ملاحظة جيدة من سالم حزام يا حسين أه سالم حزام يقول في أعمال الخير وأعمال الطاعة الله سبحانه وتعالى يقول سارعوا أما للدنيا قال فامشوا في مناكبها ماش وكنوا بالرزق سبحان الله طيب يا أخوة مثل ما تشوفون الباركوت طالعوا الآن على الشاشة أمامكم الرقم حساب الجمعية اللي حاب يتبرع وصلنا إلى الآن والباركوت ستين بالمئة وما زلنا ما زلنا ننتظر يا أخوان والله ثم والله ثم الله إنما ما زلنا ننتظر ولا نبغى نخلص برنامج زاهر إلا جعلنا لنا وإياكم في لوحة الشرف عند الله أسماء قد علقت لنا تذكر يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا في الوقت اللي قدم فيه الشيء هذا يا الله وقتها أنت راح تعرف أن الله لا صلاتك لا صيامك لا زكاتك ما تغنيك شيء عن الله سوى عمل صدق طيب يا أخوان الله مو به الغني ما يستطيع يخلق هذا الخلق ويرزقهم كلهم سوى يعطيبك كلهم جاء خلاص اللي عليك أنت الله روح اعبد صحيح اعبدوا هذه الصلاة وهذه القبلة وهنا الطاعة وهنا المعصية ليش الله فتح لنا المجال يا بمعين يساعد بعض ليه عشان يختبرنا في بعض يبلونا ببعض نعم إحيانا الآن عند القبائل مثلا ولا عند الرجاجي اللي هيهم خير لما جاه الرجال مستجيل ولا يبغى فزع شي قول قول بلاني بنفسي صار شعني بلاني بنفسي حذف علي نفسي فهذا ابتلاء هل يشوف الله عن تقده هل ستصبر له هل ستدفع المهاجرين يمذهبوا للأنصار للأنصار اقتسموا أموالهم مع المهاجرين فقال الله سبحانه وتعالى فيهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان به حاجة يعني لو ما معه إلا 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 هذا المال أو هذا المنزل أو هذه البهيمة من الألعام أين كانت اقتسمها مع أخي الآن أعلمك حاجة لو أخذ لو قام إنسان مننا ومسك للطفل صغير فعلمه القراءة والكتابة والقرآن والصلاة والوضوء والفاتحة علمه كل مرحة وكبر أجر هذا الولد يتاب لمن لمن علمه لمن علمه وقش على ذلك اليتيم بهذا المال الذي أنت ستدفعه أن تعلم هذا اليتيم أن تطور منه أن تعمل عليه لعل هذا اليتيم يتزور ويأتي بأبناء صح يقول لك كأجرهم لا ينقص من أجرهم أذكر به سوداني أذكره بخير سجل أسماء سجل أسماء طيب كنترول أعطوني الأسماء أساس أن السابرة هو تأتي أذكر به سوداني كان يمشي في البر عندنا معلم كنترول أسماء ويروح للأطفال الصغار جميل يروح للأطفال الصغار وش أعلمهم طيب يعلمهم الفاتحة البرعان الصغار الصغار بس يبعلمهم الفاتحة سوداني شايف أدخرجي البليجر الله يدك أمد الله دقيقة بس أبو حزام عشان تحسب رحيب أبو حزام أنا 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 طيب أم عبدالله تبرعت ب300 ريال ما شاء الله سياء الله أدعو لي أبنائي صلى الله العظيم أنه يصلح أبنائك وأنه يجعلهم من حفظة كتابك وأن الله يجعلهم خير في أمة محمد صلى الله عليه وآله برنا بها بإذن الله نعم فيصل تبرع ب150 ريال يقول ادعو الأبو بس الله الله يجزاك خير يا فيصل ويرحم أبوك إن كان ميت ويشفيه إن كان مريض ويطيل بعمره ويرزقك بره إن كان على قيد آمين الحياة آمين رب العالم عبدالله يقول ادعو الأمي وأبوي تبرع ب500 ريال الله يبيض وجهك يا عبدالله ويكثر خيرك فيرحم أوليك عن النار عشاء الله تبارك طيب الأخت رواف تبرعت ب100 ريال أخ رواف ها؟ رواف اسم مذكر رواف ولد ولد طيب هذا يقول ابو معي أنه مذكر هذا يقول ولد ولد شيخ طلال شيخ طلال 100 ريال وأيهم طيب أخ بندر تبرع معنا ب50 ريال الله يبيض وجهك يا أخ بندر نعم بيض الله وجهك الله يرزقه وكذلك أيهم لا تنسى أيهم أيهم 50 بندر أيهم لا تنسى أيهم سلطان شمية كنت رود 100 أيهم خلني أكتب أيهم أنا لا أهب لك سلطان تبرع والله خطك كويس يا بذر لا كتبت كتبت هنا بكتب مية بكتب أكتب أكتب هذا كن؟ أكتب لجام لجام لخطى شيء لا والله لا ما شاء الله الله أنك جام لا والله شيء حقد حطت في قلم في عينك أي كثير والله خال فهد معياني فهد لو سمعت كتب كتب واحد لا 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 في سهم عنك رأك كتبه 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 الأخت سارة تبرع المساهم عنك أي سارة وعن فهد فهد وابوها فهد وابوها نعم وانا وشينو قاعد أقول لنا ما سمعتك سامي 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 شفت يا بوي هذا صديقي حب السلام عليكم والله عبد الله اليوم سلم يا بوي مليت يا بوي أعطيك العباد مايك مايك تبي مايك شون؟ هاي أمشي أموت ببردان طيب 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 أخوان نعود محورة حديثنا جعلكم الجنة تفضل تفضل يعني احتسبوا الأجر في كلنا واحد حسن طيب خلصنا الآن من كلمة يقرض الله قرضا حسن الكلمة الثالثة وشي قلنا؟ ما أدري وشي اللي قلنا لكن هي هذي اللي دائما تعجب منها أبغى تحليلها بتحليلنا نحن وكبشر بتحليل اللي انت تطيع اي إيش معنى الرسول عليه الصلاة والسلام اختص اليتيب اللهم صلي خل حالتها الإنسانية وخل إنها فاقد الوالدين وخل إنها في وقت العوز يعني هو فقد بس مش والدين فقد حوائج غرائزية يعني تخيل فقد غريزة لأن الأب والأم الله يرحم والدين أو يطيل بعمر من بقيها منهم اللهم فزة لإبنه فزة غرائزية يعني ما ينتظرها حتى يحتاج لا حاجة تكون موجودة طيب أنا أبغى أعرف بتحليلنا تحليلكم أنتم طبعا ايش معنى الرسول والسلام اختص اليتيب من بين هذون يعني ايش برايف يكون لأنه في أضعف حاله الإنسان اللي بلى عصبة من هم العصبة الأهل وقريبون دائما يكون في أضعف حالاته في أحوج حالاته فهو فاقد الآن نعطي مثال بالمثال اتضح المقام لو كان هناك طير يعش وكان للطير هذا فراخ ثم أتى طير يارح وأكل هذا الطير من الذي يطعم هؤلاء الفراخ؟ شبه الله نعم كان أبوهم ولا أمهم نعم وقص ذلك على البشر إن مصدر كسب الإنسان في صغره هم أباه وأمه فإذا فقدهم ضاع كسبه ضاع كسبه المعيشي ضاع كسبه العاطفي ضاع كسبه التربوي ضاع كل شيء فيحتاج إلى توجيه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر تأثيرات الوالدين على الأبناء أنه قال أن كل الإنسان يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لذلك حاجة الطفل للأبوين حاجة ملحة لا تنقطع وليس بكلهم يتكلم ترى عندي خوات صغار بسر الله يحفظهم يحفظ جميع ابناء وابنات المسلمين في أول متوسط أعتقد يا أخي من مات أبوي ألاحظ يعني أسولف معهم عرفت يعطونك وضعية لي حمد الله لك العالي ما نسوي هذا ما يبين عليهم شيء فجأة كده قلت بدخل على استقرابه ايه اختبين المشاعر اقسموا بالله أني انصدعت طول العيد إش كاتبة أبوي طبعاً مات قبل عيد الضحية ليلة عرفة كل يوم ترسل تقول زي لي تقول رحت عنا يا أبوي لكن عيدك الله في الجنة الله أكبر تسمح لي لا تعتقد إسلام ما فيه دين ولا قانون وضعي في الدنيا من قبل ومن الآن ومستقبلاً عنية وعتنا بليتي مثل الإسلام أحسنت صح مرة حقوق إنسان منظمات لا تقول لي مجرد تمسح على رأس اليتيم لك حسنة بعدد شعر رأسها الجنة اللي العالم تسعى وتشقى لها مجرد كفالة يتيم من في الجنة؟ في الفردوس لأنك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرم مكان بس تقفى اليتيم الله أكبر شيء يعني ممتوافق مع الفطرة وبس بل أكثر من ذلك اليتيم اليتيم فيه شيء تقدر أنت الحقيقة تعود في الصدق تقدر تكفله تقدر تعطيه ماديا تقدر تغنيه تقدر توفل حاجاته لكن نتفق كلنا فيه أمر مستحيل يتعوض الأمر نفسي والله لو تسوي اللي تسوي ما تقدر لذلك نصيحة للآباء اللي بعض أبنائهم كان يتيم من غيابه يغيب يروح يدج فرض الله يمكن بس يحطه فلوس عندهم و يروح فيه شيء ما يتعوض يا أخي وجود الأب خصوصا بالاحتفالات والأعياد والمناسبات يمكن أنت مقصر يمكن أنت داج يمكن أن ينظر باللكوادي يمكن أنت يعني مخطن على نفسك بس نحن نقيسة و نحن موجودين في المجتمع ممكن أن تقدر تقدر تقدك على عيال أخوك و عيال أختك ما هي بقضية بس أنك تحسسة و ما تقدر هنا توقف حتى لو تجيب له سيارة قال شكرا بس لو تجيب له أبوه طاربها لو تجيب له أبوه وردة عندي هنا خلاص حسب الأمان حسب الاستقرار حسب الثقل حسب طب أبو حزام أنا بقيف نحن نحاول شم شم بدر ما شاركت لك أنا شارك أثر الصدقة عنده أحمد أخواني حلو طبعاً مو مطوع مطوع لا مو مطوع أبداً مدرس حياته ماشي بتوه فيك فعلاً حياته ماشي بتوه فيك يعني أول سنة تعين في الشرقية معلم نفس السنة أول سنة سنة واحدة السنة الثانية والله يا جمعة الخير أنه تعين جنب البيت قسمه بجلالة لحث ثلاث دقائق من البيت للمدرسة لدوام لدوامة صار عليه حادث قبل قبل عشر سنة واحد عشر سنة الحادث يوم يوصفونا الهلال الأحمر أنه مستغربين كيف عاش كيف عاش يا جمعة الخير يقول لك بعض الصدق لا يصدق طار من فوق الكبري عرفت نظام اللي قدم الموتر فاك الكبوت خربان الموتر وجوح تصدمه من وراء وطار من الكبري على زبلت تحت قسم من بالله العظيم والله أني دخلت العناية مركزة أني ما عرفته من الوجه وشكله يا الله رجوله الفكين راسه يدينا حالة حالة ثلاثة إلى أربعة شهر متعافي حصان هو نحيف طلع متعافي عرفت العافية قسم من بالله العظيم أخذنا وعطينا وسولفنا قال شيء يقول لي يا جماعة الخير ما بغى أقوله بس عشان أنه الباقية التعرضوا أيوة و السوا يقول أول راتب أول راتب استلمته يقول أول راتب قلت ماذا الجمعيات اللي عندكم عشان الله تبقى جمعية النعرية جمعية خيرية البر ما دعمهم جمعية مستقطع من راتبة يا جماعة الخير مبلغ جدا بسيط جد ما يذكر يقول حاطة هلين بعد التقاعد خلي يمشي و كل اللي سارة الآن ترى كلها من الاستقاعد حالة تجرم على الله بيب الله وجهك تحلمنا هذه الدرر يا أبوها حبيبي الله وجهك هذه التجارة مع الله هذا هو البيع الرابع هذا هو البيع المرغوب سأل الله تعالى أن الله يقربنا و إياكم من الطاعات ماذا تحديث؟ عندي أنا جاتني رسال في الواتس لو تسمح أقرها ترى أنا مصمت جوالي أقر أقر يقلب يقر وأشكرهم على ثقتهم أنهم يعني يرسلون في الواتس هذه أولا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وصل تبرعي للناصر الغامدي اللي هو بعبد الله كم؟ وأزيد تبرعي بنية دحام الضحيك استاهل استاهل من حصهم فهد و أبنائها كلهم و حريم عيالها إشراك العائلة هذا منتهى الحصة و عائلتها أيضا هنا حوالها داخلية مئة ريال من فاع الخير هنا أيضا خمسين ريال من فاع الخير و هنا أيضا في كروة إهداء برضو نعم كروة إهداء مئتين ريال من فاع الخير تبرع من والده و دعواتكم لها و لأبي بالشفاء أيضا بسهم ثلاثمائة ريال من عبد الخالق أو عفوان علي عبد الخالق صالح العمري شكرا الله خير يا عبد العلي كم على عمري؟ ثلاثمائة؟ نفس كم هذا اللي تبرع الوالدته يقول ارسلوها لأن والدتي قاعدة تشاهد الآن يا أخوان أنا أبغى رسالة مننا كلنا إلى هذه الوالدة اللي تمثل كل والداتنا نشاهدون لنا الآن دعوة بأن وجودكم و إسهامكم ومتابعتكم وثقتكم العظيمة بنا هي أكبر معروف شددتم به أزرنا على هذا الطريق مع الله سبحانه وتعالى نعم برنامج واقعي نعم ننقل لكم جزء من حياتنا نعم نستمتع نحن وإياكم في هذا البرنامج لكن والله لو لله ثم أنكم شددتم أزر أيدينا لما كنا بما نحن عليه اليوم من استمرار يعني أخوان بإمكان الواحد يطلع قدام القناة ويتكلم ويقول ويحطف والله لو دققتوا أنكم تشوفون ملامح الراحة وكأنكم موجودين أمامنا لأن مشاعركم تصلنا كنا نقول لابش يوي خلصت لباقي لباقي قلنا علي ابن عبد الخالق ابن صالح العمري يتبرع ب ثلاثمائة ريال لو سهم قلنا فعل خير يتبرع ب سبعين ريال زائد سبعين أيضا هنا يقول على نية أخوي الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له لا تنسون أخوي من دعوه صادقة ويقول الله يغفر له ويرحمه في ذا اليلت المبروكة تبرع 200 ريال أيضا هنا من إهداء لوالدي من ابنتي حصة وقلنا لكم دائما البنات ما شاء الله تبارك الله دائما في البر عجلات والله يبارك فيهم ويبارك في كل من هو المؤنسات الغاليات هنا عشرين ريال بنية زوجي وأخوه وادعو له بالرحمة الله يغفر لهم ويرحمهم هنا عبدالله بن صالح القحطاني ب 300 ريال عبدالله بن صالح نعم أيضا هنا هذا التبرع من والدتي عن والدي عبدالله أو عبدالله عن والدي عبدالله رحمه الله ومها شريفة ووالدها وأرسلوها أيضا من أم عادم الله يرحمهم جميع أتمنى الدعاء بالشفاء الله يشفيها الله يشفيها شكرا وخمسين ريال وأيضا من رفعة من جزء القحطاني مئة ريال الله يقبلها يا الله بنية جميع المتسابقين وفريق فاعد معيان ورفاقه أيضا ثلاثين ريال لوقف الرحمة بنية زايد بن سابر الله يقبلها أيضا هنا يقول أمي تتبرع في 300 ريال وتتمنى الدعاء لها ولأمواتها أمي عفيفة بنت حسن من محمد عواجي أيضا إلى جدتي فاطمة بنت محمد حدادي هنا هنا مثل هذه التبرعات والواحد يشرك حتى عائلته وجدته هذا العلم الغانم وهذه الهدايا اللي والله العظيم منها على حلها دحا سؤال فلسفية يا بو حزام وأنا ترى للأمانة أحب فلسفة هذا الرجل الله يفع قدرك يعني أنا على الهواء مباشرة أيًا كنت اللي تدق ثانية أنا في بث مباشرة هذا الواقعية سكى وجهي سكى وجهي مع الاتصال السلام عليكم روان حياك الله ريان طيب ابعد المايك عن قولونك شوية طلال يدرم حياك الله أخوي ريان الله يحييه هلأ هلأ سلم سلم عالب ريان هلأ بيسلم عليك أي والله أرحب يرى حبك أبد الله حالك الحمد لله عالب بك بره معنا عالب ترى معنا أيه؟ كم؟ كم؟ خمسين ريان قل كافو الله يتزاق خير الله يتزاق خير كافو 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 كافوك طيب بنية مين؟ عن نفسه وعن والده إن شاء الله شكرا لك حبيبي شكرا لك شكرا لك الله يتزاق خير طيب طيب أه ورقت عواردك يا دحام حبيبي قلبي أنا أبغى أسألك سؤال فلسابي لو جبنا الآن كفتين كفتين من كفافة الدنيا هذي اللي توزن هنا كفة وتوزن هنا كفة وجبت أموال الدنيا كلها حطيتها على كفة اليمين وجبت واحد بس واحد بالمية من مشاعر اليتين وش تتوقع بيرجع من على الكفتين هذي كلها سبحان الله هذه اللي ما نقدر عليها ولا نطيقها ومستحيل لحد يعوضها مشاعر ذي صعبة لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يحب يحب أيضاً ويتوعد ناظر أكل مال يتيم من أخطر من أخطر الأمور نعم يتوعد الله في بداية سورة التوبة أكل مال يتيم لماذا أيضاً يتوعد رسمانه وتعالى في حق اليتيم يحب الناس و يحبهم على على الصدقة وفي المقابل يتوعد الوعيد الشديد من أكل مالهم لأنه يرى أن اليتيم انجرح وانكسر في مشاعره أي شيء أقربة غريم الله غريم الله على طرف ترى سؤالي ما هو معنات أن إحنا مهما قدمنا ما نوفي حق اليتيم أنا سؤالي أبغى يعني ناخذ الموضوع من فكرة أخرى أن ترى الأشياء اللي إحنا قاعدين نقدمها ونسهم فيها مع اليتيم حتى ما يلقى الوقت الكافي اللي يشعر فيه بالوعدة حسنت ما يلقى الوقت الكافي اللي يجلس الثالب ليش أنا يتيم ليش أنا كذا أقطع ليش بما تقدم عند الله سبحانه وتعالى يعني يا أخوان أقسموا بالله هذي يعني شهادة سأسأل علي عند الله سبحانه وتعالى أبوي أقعد في اللي تبيه القناة كلها قناة أبوي المستد يا أبوي في المستد الدفا شفت الكراسي دي أبوي را أقعد فيها راح قفل جوالي أنا قالك لا أقفل كم الرقم السري؟ لا أدواني مع المهمة تتابع الشاشة لا أقفل يا أبوي لا أقفل فاللي كنت أقولها اللهم صلى الله عليه وسلم على المحمد إحنا قاعدين نقدم قاعدين نسد حاجة اليتيم ما هو الله لأننا بنعوض مشاعر أنت ما راح تعوض مشاعر أحد أنت نفسك اللي تشاهدني الآن مهما مريت بمشاعر سيّة ما يعوضك إلا الله سبحانه وتعالى أولاً واحداً لكن إحنا قاعدين نقوم بواجبنا كمسلمين بواجبنا كمجتهدين طامحين لرفقة محمد صلى الله عليه وسلم حياك الله أختي رهف رهف السلام عليكم حلق 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 أخرتها ردادة عليكم السلام ما شاء الله أنا ترف ترف؟ أجي من راها في ترف الله نعم الله نعم يا ترف أمس جيد دقيت عليكم أمس دقتي علينا إيبا يا الله جعل حظة يقوم بني أمين هذه ترف الضاري إيه ترف يالله حيّة 250 ما شاء الله ما شاء الله شكراً يا ترف بنية مانية ترف ترف شكل قلوبة الجوال ترف أسمع أمها تقول دحان هذه اللي البارح جات وقالت شكراً يا ترف ما تقول دحان ما تقول دحان شكراً يا تقول دحان شكراً يا تقول دحان الله يجزاهم خير يكسب أجرهم ويرحم والدينا ووالديهم ويجعلها شفية لهم يوم الحساب الله أمام الله شكراً يا ترف حبسي شفتي عامر أنت الآن جالس ولابس صح وأنا جالس ولابس أكيد أخي دحان جالس ولابس والكنترول راح يجيهم من الأيام الخير اللي إننا قاعدين نسع فيه الآن طيب اتصال آخر شكراً يا ترف هياك الله أختي ضي هلا 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 بوي هلا بالشيخة هي مرحبة شكراً شكراً ضي 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 حسناً شكراً أتبرح بخمسيخ ماشاء الله الله إتصل خير ماشاء الله تبارك الله ضي تتبرى بخمسيخ يار يا حلوث يا ضي الله يخلي يا الله يا دحام يا الله يا دحاق يا دحاق ست ضي بالقلم الذهبي يا ضي حلوث حلوث سيكون الله يجعله دوم شكرا شكرا يا ضي شكرا يا اخوان شكرا لك يا اختي شكرا الله يعطيك هذا الآن ضي ترى شاركت صح وانبسطت بالشي هذا جاء مشاعر علوة الغراس هذا والفكرة هذه هي في يوم من اللي يم راح تراجعها مع نفسها ضي راح تغرس نفس القيمة اللي غرست فيها في اطفالها وتخيل الخير وتقديم الخير هذا يوم يتوارط جيل وراء جيل كنا نقول له يا اخوي ابو حزام وانت موسوعة لا يمل منك الصراحة الصراحة والله ادي شق بطنك وطلع العلم اللي عندك هناك اللي ماشاء الله من حسنداتك وانت مجامل على مجاملة انت ماشاء الله تبارك الله عطيت التأثير والبلاغة في الحديث والكرا نعمة من نعم الله يا حبيبي الله يجعلك ان شاء الله دايما مع طايا ابو عبدالله طيب وش كنا نقول قبل شوي كنا نقول مشاعر اليتيم احنا ما نصد مشاعر اليتيم احنا ما نعطي اليتيم الوقت اللي يبدأ يعني يقارن نفسه مقارنة سلبية ليه انا اخوه انت اخوه ومفلح اخوه زحام اخوه عامر اخوه جمعتنا اخوة الاسلام شيئنا ام ابينا يا اخوان انا اول ما دخلت واناظر اللوحة الارشادية حق توقف الرحمة والله اني جالس اتفكه طب الجمعيات كثيرة ونعرف ان كلين يقدم عمل خير انا اعرف ان كل جمعية تختص بمجال واحد قاعد اناظر الحاجات اللي هم يقدمونا يا اخوان يعني مبادر مبادرة خير بحث قاعد يقول انا لو يعني قدرت اتساعد انا والاخوة والاخوات في كل مكان المين بقدر اقدمها من بقدر اساعد من بقدر اساعد يتيم عربلة مريض محتاج مسكين في النهاية اخذت من كريم ابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى الى يد محتاج وبشرك ان مجتمعنا طيب مفلح اتفضل اخي امولك تأكلامكم تسلم الله ليهينك اول شي بيض الله وجهك اخوي حسين وجهك على تقديمك الرائع مساء الله تباركة امسي على اخواني ابو عبد الرحمن وابعزام وابعلي وابد الله واصبع على مشاهدين الكرام الغالين الله يحييكم يطول عماركم انا بذكر موقف بسيط مع واحد من الشباب راحوا كان عندهم مهرجان المهم المهرجان هذا تخبرهم فعاليات المهرجان متعددة ما بين اوبريت وما بين سحوبات وما بين اش اسمه الاطفال هذول المهرجين يعني يخابرين عشان ترفي ايه ترفي المهم جاء وقت فقرة المسابقة يعلمني القصة علي القصة دي خوي يقول جيت يقول يوم جاء وقت السحوبات ساحبين على اطقم ذهب جميل يقول كلهم رفع يديهم فيه حرمة كبيرة في السن اخر الجمهور رفعت يدها ولكن ما جاء الحظ عليها يقول وانكسر خاطري معي حسين السالة يقول انكسر خاطري اني ما اني ما اني ما جاء هدية او ما جاء السحب على الذهب يقول والله ما في رصيدي الا تقريبا والله ما ادري وقال الفين او الفين وخمسمائة ريال من ذا الحول يقول واروح واشريلي طقم ذهب زين يقول اقسم بالله انا ما اخذهم اعطيهية يقول يوم خلصوا المهرجان ويسترون يعودون يوم عودوا قال الحوالة تجي خمس الاف ريال يا سبحان الله قاسما بالله العظيم ما شاء الله يوم الله عوض الله عوضه فنواها احسن النية وتصدق وعوضها الله فاصدقه تراها تدفع البلاء ويبارك الله في رزقك وفي حالك وفي مالك وفي عيالك تصدقوا يا الربع والله العظيم ما يبقى لك الا الاثر الطيب والعمل اللي بينك وبين الله عز وجل الله اكبر والعلم الطيب الله يجعلنا وياكم ان شاء الله منها جزاك الله خير اخوة مفرح جزاكم الله خير جميعا فخني ختم في طيب هم قال وخاصكم فلا اله الا الله محمد رسول الله انا وصيكم بوقف الرحماء الثاني انكم اذا اللي يقدر ينويبها بشخص مريض في المستشفى او شخص متوفي او شخص غالي عليه يرسله بطاقة اهداء فالله يجعله خير ولا يحرمه الاجر واذا ما تقدر انشره ان شاء الله انكشريك في الاجر ويعطيك المالفع عافية تدري جاني فضول الآن وتتكلم خلاص خلاص عطني قالي شاهد كنت رؤل يبقى نكمله يلا 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 اتكلم انا رح رح نحن لنا طيب الآن اننا وش كنا نتكلم من قبره شوي نتكلم من الجمعيات كثيرة وهنا خير كثير وليه سيقدم ما رأيتوه انتهى اللهم لك الحمد في بلد ينعم الجميع فيه بكل خير فنسأل الله العظيم انه يحفظنا ويحفظ ولاة امرنا اللهم بتوصيات منهم تشرف على مثل هذه الاعمال خيرك انا الفضول اللي عندي الآن نفسي اقعد مع الشخص هذا اللي قاد اقول كيف جمعت الفكرة هذه كلها في وقف الرحمة انا اوجيه لسؤال اذا يقدر يجاوبني على الواتساب اذا يقدر يجاوبني على اي مكان يا شيخ والله لو بيحصلي اني ازوره والله لروح ازوره انا ابغى اعرف يعني سبحان الله كيف قدرت تجمع هذه الاعمال كلها في وقف واحد سبحان الله اقول لك حاجة انا عندي قلنا قبل شوية ثقات عالية بالله سبحانه اذا فتح لك الله باب خير لا توجس ولا تخاف ليه لان طالما الله الهمك وفتح لك باب خير يبك تدخل ما هم خليك يعني وانت تمشي في نفس المسار ما راح يخليك مثل هالناس الطيبة لوضعوا وقف الرحمة في اكثر اكثر من مسار الله ما تركهم اقول لك حاجة والله لو حنا موجودي ولا منا موجودي بيتقفر ان يتم الله الله سبحانه وتعالى لان هذا حب صح هذا حب للسائل والمحروب صح في ايه اللي تقول عدو المشترجين خد من اموالهم صدق ليه تزكير 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 طيب اليتي مصادقة وعضي كلها انا معليش طولت عليك لا لا بالاكس والله انا مستمتع هذا التذكير والله تعرف ليش انا بريك طولت عليك لاني ودي اسمعك انا شف بس ما بعد قلتك لا مزح يا اخي يا اخي ابشر مجتمعنا مجتمع على الفترة و دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنون في تواديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحدة و اشتكمنه عظم تداعت له سائر العظام بالسهر والحمى ايضا ولات الامر سهل لك كل امر صح مجتمعنا مجتمع يعني راقي مجتمعنا انا عدهن يعني في ظل ولا نزكي على الله احد لكن مجتمع فاضل ترب عليك شي ترب ليش من حد حنا صغار حتى قصيدة اهوه ولاه من عم من ظلوم عقب مابويا اه اه وش يقول عقب مابويا تحت التراب ارتدي للمدرسة رث للهموم وبنت عمي ترتدي أغلى الثياء الله يعني من حد حنا صغار حنا والأمور هذي تأثر فينا خلال كلام واقعي صح كلام واقعي طيب هو طفل يعني يشوف هو طفل ما نساها لكن ما تكلم في نفسه عقب مابويا رقض تحت التراب اذكرها ذكرية وكنا نتأثر وإلى الآن نتأثر واليتيم سبحان الله الله سبحانه وتعالى حتى حينما حرم من الأب توعد وعيدا شديد لمن يقترب من ماله وعيد شديد خلاص يعني أنا أنا وترتفي أبوه لا عاد أحد يقرب منه لا عاد أحد يحس خاطره لا عاد أحد يجرح مشاعره اللي هو اليتيم اللي هو اليتيم ويحض المسلمين على معاملة اليتيم معاملة أرقى من غيره يعني حماية حماية من الله حمعانه وتعالى أحسنت 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 يعني الله بإمكانه يوصي مثل ما شرع شرع أو سن قوانين أهل الأرض اللي يمشون عليها يرتبون حياتهم بإمكانه الله يضع في الشريع أنه إذا صار كده سووا كده وعاقبوا لا الله ترك الأمر هذا له سحان يعني أنا أكل مالك حرام وحرام ماذا يا كلام سحة بس لا تخصص اليتيم غير غير دبل الدبل عشر أضعاف لا تقرب اليتيم هذا أنا كفيلة أنا اللي بكفلها أنا اللي بأهيئ الناس إنهم يروحون له شيء يعني قمة تدري تدري إيش أكثر سبب في الروحانية قمة سبب منطقي جاء في بالي لا أنت تتكلم وحسام لأن اليتيم وضع فيه ظرف ما هم من اختياره الله فلأن الله سبحانه وتعالى يعني كأن الله يقول وإلا المثل الأعلى بما أنك أيها الطفل عشت هذا القرار بدون اختيار منك فأنا سأكفل حقك نطقها الرسول عليه الصلاة والسلام من لا ينطق على الهواء أنا وكافل اليتيم كأتيم في الجنة أنا دائم إذا جيت أقرأ قرآن أو أقرأ حديث أقول طيب يا أخي الآية مثلا واضحة أنت تقرأها واضحة صح تقرأها تجويدا وإعرابا واضحة لكن في عمق إيه أنت أنت أتفتش طيب الرسول والسلام ليش ما وضح لنا العمق هذا ليه لأنه لن يصله إلا من يستحقه أحسنت مثل اللي يبحث على الكنز أنا وكافل اليتيم مه أنا وصحابي أنا وكافل اليتيم يمكن عقبكم بالفين هو الجنبي تعال جنبي معنا بشر ترى بعض الصحابة معنا بشر بالجنة بس ما قال أنتم جنبي ترى أنتم بشر بالجنة أنا وكافل اليتيم كهاتين من القرب ما قال أشوف أو يشوفني في بردوس ترى في على الجنة اكفل وروح يا أبوي بعدين أحيانا خلك شيء بينك وبين نفسك تحس حتى بالنجاز يا أخي خلك سكوك شهادات عندك صح كفلت يتيم تبرعت على سعيت على آر الملال يخي ما هو معقول يجيك الراتب يروح ما في شيء يتيم الفقير يش تسوي أنت؟ شيء سويه والله لا يجعله رياء يا ربي ولا يضيع أعمالنا الصالحة شيء كنت أسويه يوم ما كنت أعرف إيش البركة أكله واحد من أقول قلت يا أخي أنا درامي ما في أبركة ما هو معقول الله أني الدرامي دي تجيب يجيب والعرب يتيم ويتروح قال حبيبي قلت قال كل شهر تصلك مبلغ للأيتام قمت أنا شتويت؟ يا أبوي دقيقة الله يطول عمره كنت تدكي في التيك توك أصبير يعني جرفت قلت أبعطي مثلا بتبرع الجمعية كده بتبرع الجمعية كده أبغى أشوف إيش الفرق يا أخي من تخلص النية لله وتستمر على العمل في تبرعك لليتيم حياتك فرقت بدرجة أنت من أنت ملاحظ أنها قاعدة تتغير الله ليه؟ الله لأنك منغمس في متعة التغيير اللي قاعدة تحصل الآن في حياتك تغير في مالك وليالك وقيتك لا وغير ذلك أنت الآن هو حتى إذا تبونها الدنيوية هي وذكاء إذا تبوها أخروية أنت الكسبان يا أخي نحن نرزقهم وإياكم هذا أطفالكم من أول يذبحونهم علشان ما يجي لهم يخاف رزقهم قال لا ترى ما بزيدونك رزق أنت الأيتام اللي تبرعهم خصوصا التبرع المستمر كان في ناس معلقين معك في راتبك لهم منك جزء فالله يرزقك دبل لأنك أسراً ساعة على غيرك كان معك رزق عالم حتى في الغرب ودائماً أقولها أنا يتبرعون أنجح المطاعم الآن موجودة لها من ربحها تبرع الله يبيض وجيكم أخواني، عامر، دحام، عندك كلمة دحام طيب الله يسعك على عجل لك سبقته من السحودي على عجلة أنا سم، سم، لا أنت والله ما أودنا أنك تعجل لا أرحم وانديك أي والله العظيم كما في الكلام كفيت ووفيت الله كفيت ووفيت ومشاء الله من قبل الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام مع خارق التشبيه لكن أنا أشكر كل من تصدق عني والله إني البارح يوم سرينم أستشعر وأفكر الواحد يالله أنه يتصدق عن نفسه أنه يدفع من ماله عن نفسه كيف يتصدقون عني ويسمونها باسمي في القناة كل ما جاء لله الحمد فيه حسنت الوقف تصدقوا والله أنها مشاعر حلوة نحس فيها يمكن ما تباني على وجهي ولكن عرفوا أن لكم فضل على دحام عظيم والعظيم الله سبحانه وتعالى شكرا الله خير يا خير حتى غيرها في جوالي شوف هذه الرسائل هنا في منصة إحسان اليوم توصلتني الحين جمنا جلسين رسالة إلى دحام والديه والبارح الله يقبلها دحام قبله البارح دحام ضحيك وعائلته بعد ذلكم يا أخوالي لصاحب القلب الأبيض دحام شعر وديك في الجنة أخوي دحام ودي ذلكم جميع ولكن طواردك تكفى أنتها أبو قلبي يا رجال أقسم بالله ودي أعطيك قلبي ما هيب الشكات ما بيني وبينك طيب يا أخوة والأخوات نختم معكم حلقتنا لهذا اليوم قبل أختم حاب أقول أجز أجز ما أنا أبقائي لها أنا جالس أحب أقولكم كلمة يا أخوان قد بدأ العد التنازلي لنهاية شهر رمضان المبارك فمن أراد أن يشرك نفسه معنا في وقف الرحماء لخير تعددت مساراته لأكثر من محتاج من أيديكم إلى أيديهم والله يعطي لمن أعطى وقد قلتها قبل كذا لا تطل بقاء المسكين على بابك لأنك مسكين وتقف عند باب ملك الله يفقنا وإياكم سحور العافية ولا تنسوا أنا مصالح دعاكم وتصبحون على خير الله يجاك خير يا أبو عبدالله الله يجاك خير أصلا دقيقة دقيقة تعال أبو يا بو تعال أبو تعال أبو تعال لأتصالات كلها عشانة اليوم بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا أبو سلم عليهم دقيقة قبلها يلا سلم قالها سلم على ماما نظر الشاشة طيب ما فيه ماش وش اسم حور وش اسم هادلي سلم على حور حور شخ بارس نظر الشاشة حنين حنين قال لها تلعبوا اللعبتي لعبوا اللعبتي قلوا لعبوا اللعبتي سلم على الحصان ها حنا ألبوا سلم عليكم دقيقة تكفور لا لك شوف قل له واحد يلا يلا لا ممكن رتل يا الله بنا مش طرجيم الله كله واحد لا واحد ماشا الله ما شاء الله شكراً. شكراً يا بطل. شكراً. شكراً. خلي قلدي الحصان. شكراً. حاب الصورة كثيرة. حاب الصورة كثيرة حتى تقول ما لجف. شوفكم على خير يا يا إخوة والأخوات. لا لا بطل بطل. كفك. مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. بحلى ليالينا هنا تاهر بهالليلة.